السلام عليكم الداري أتمنى تكونوا بخير صحة دلكم زيانة كل شي وادك رئيس الجامعة المغربية لكورة القدم فوزي لقجع خرجه بتصريح آخر وهزبي المغربة على الزياش ومزراوي ودوه أيضا لحمد الله وكاس العالم وليماتش اللي قدر يلعبون مؤتخاب مغربي ليو الدين كل شي قالوا فضلا فيتو وعطاكم أهم النقاط نبدو بالتفاصيل لدينا اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكورة القدم من أجل خوض مباراوية ديا بين منتخبي السامبا ووسود الأطلس يعني كان واحد لما تأمي كان بين المغرب وبرازيل لكن تحجم رسمية وقال سيكون هناك تسهيلات وعروض للجماهير المغربية للذهاب إلى قطر في كأس العالم ونحن في قيد إنشاء ما يشبه التراس خاصة بتجيء على منتخب مثل الأندية يعني غيروا واحد البلان اللي مزيان صراحة هو أن الأتمين غيرتنقصوا بالنسبة للمغاربة اللي بغيروا مشهوا القطر واحد تخفيضاش وأيضا وغايددروا واحد جماهير بحل إلترا زراجة أو الويديدر بحل ذك الشيء لكن خاصة بمتخب مغربي بشيش جعون في قطر وقال لا ندري هل ستوقام كأس إفريقيا 2023 في موعيدها أو لا وقد تقرروا الكاف لعب أربع مباريات لتصفية أو مبارتين فقط أو لا نلعب تماما هناك ثلاث فترات فقط لمتخبات إفريقيا اللي تحضر لكاس العالم وبنسبة لملف زياش ومزراوي وحمد الله قال نحن نعمل بشكل مستمر حتى يتمكن حمد الله واللاعبين الآخرين من العودة للمنتخب هناك مشاكل يجي تصحيحها وسنصحيحها حتى يتمكن أن نصير مزراوي وحاكيم زياش من العودة حاكيم ونصير يظلاني لاعبيني للمنتخب المغربي يعني عنده وحد تيقى وحد الأمل بشارجعوا اللعبين المغاربة لكن رأيدي الخاص هو أن الزياش صعيب يرجع صراحة حتى انتعش خلو زياش لكن إلا مشا طبيل حال غدا يرجع وهذه مضمونة أتبلكم خوش صراحة دلقجع وشنوقع للزياش وحمد الله ومزراوي تشه الله وليفرات